بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه النبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس وكان أحسن الناس في كل شيء صلى الله عليه وسلم وكان أفضل ما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون لأهله أفضل وأحسن ما عنده يخرجه لأهل بيته لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم خصومات أحيانا التي تحدث بين الناس بعضهم البعض بين الأقارب بعضهم وبين الآخرين هذه الخصومات على وجه التحديد لا فائز منها هذه الخصومات الفائز منها مهزوم ولن ينتصر فيها أحد أي انتصار هذا الذي يحصل بين إنسان خاصم أهله أي انتصار هذا الذي يحدث بين إنسان وقع في شحناء أو في عداوة بينه وبين أقاربه أي أن كانت درجة القرابة أقاربك لهم حق عليك وأولى الناس من الأهل بذلك وأولاهم وأقربهم وأهمهم هم الأب والأم الوالدان لذان أوصى الله عز وجل الأبناء بالإحسان إليهما ذوي القربة أو ذوي القربة الله سبحانه وتعالى أمر بصلاتهم أمر بالإحسان إليهم بحسن معاملتهم بالكلمة الطيبة أمر الله سبحانه وتعالى بأن تعامل مع ذوي القربة مع ذوي الرحم بأفضل وأحسن ما يكون حينما نرى من بعض الناس أنهم يقلبون الآية ويتعاملون مع أهليهم بعكس ما يتعاملون مع سائر الناس وحينما يخاصمون أهليهم هم في حقيقة الأمر يخاصمون أنفسهم ويتذرعون بذلك ويتحججون بذلك بحجج وأسباب واهية منها مثلا إن فلا هذا لا يسأل عني فأنا لا أسأل عنه والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن ذلك من قطيعة الرحم فقال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ يعني الذي يرد الصلة بالصلة ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها لذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي من أهله ويشتكي من أقاربه فيقول يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يريد أن يسمع من النبي كلمة يعتذر بها أمام الله سبحانه وتعالى في قطيعة الرحم يريد أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع رحمه ولا يسأل عنهم ويرد الإساءة بالإساءة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لئن كنت كما قلت لو أنت بهذه الحال بهذه الطريقة فكأنما تسفهم المل كأنك تطعمهم الرماد الحار في هذا كناية عن كثرة السيئات وكثرة الذنوب التي يفعلها هؤلاء الأهل بسبب قطيعة الرحم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك يعني ما دمت على هذا الحال فالله عز وجل ينصرك فالله عز وجل يؤيدك الله عز وجل يعينك الله معك وإذا كان الله معك فمما تخاف إذا كان الله معك فأي شيء تحتاجه غير هذا الله سبحانه وتعالى توعد قاطع الرحم قال سبحانه وتعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته صل رحمك وتعامل معهم بأدب وتعامل معهم بإحسان أي أن كانت درجة القرابة حتى لو كانوا أقرباء بعيدين عنك يكفيك أن تسأل عنهم بين الحين والآخر يكفيك أن تكون معهم في أفراحهم وتكون معهم في أحزانهم الأقارب هؤلاء أفضل ما يدفعه الإنسان من الصدقات هي لذوي القربة لذوي رحمه إذا كانوا من المحتاجين من المستحقين للصدقة أو للزكاة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح يعني الصدقة على القريب الذي بيني وبينه عداوة حينما أعطيه شيئا فهذه الصدقة هي من أفضل الصدقات التي بها يتقرب الإنسان من ربه سبحانه وتعالى ويقول صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة والصدقة على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة حينما تتصدق على أهلك وحينما تسد حاجة المحتاج من أهلك وأقاربك بذلك تأخذ ثواب صلة الرحم وتأخذ ثواب الصدقة وثواب الزكاة لذلك لما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بمن تعول أمك وأباك ثم أختك وأخاك ثم أدناك أدناك تعامل مع الأقارب على غير ما تتعامل مع سائر الناس إن كنت مأمورا أن تتعامل مع الناس بحسن معاملة فأحسن ما عندك يكون لأهلك يكون لأقاربك يكون لوالديك يكون لأولادك يكون لزوجتك هم أولى الناس بذلك حسبك في هذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ما بيننا وأن ينزع الكراهية والبغضاء من صدورنا اللهم آمين نسأل الله أن يحفظ علينا حياتنا وأن يقرب فيما بيننا وبين بعضنا اللهم آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته